دكتور عمر حسن طبيب متخصص في مجال النساء والتوليد ومدش حملة انت الأهم ضد ما سماه وباء الولادة القيصرية في بعض الأحوال أن المستشفى دي مش مجهزة ما فيهاش أجهزة قياس نبد الجنين متوفرة 24 ساعة فهو برضو بيدور على الحل الأمن والأسل يعني هو يحسبها هو يولد طبيعي وياخد المخاطرة أنه ما فيش دكتور أطفاله ودكتور تخدير والجنين يحصل له حاجة ويتوفى وقد يكون أن المريضة بعدك ترفع عليه قضية ولا أنها تبقى أولادة القيصرية ساعة وأنه يبقى خرج بالطفل آمن والأم آمنة الدكتور عمر يقود فريقا حقوقيا لمواجهة تلك الظاهرة ويشدد على أهمية التواية المسبقة جزء جميل من المشكلة هو ضعف الثقافة الطبية السيدات بتستسهل تطلب أنها توليد أولادة قيصرية أو جزء هو اللي يطلب أنها توليد أولادة قيصرية فالتدين عن طريق شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق صفحة الفيسبوك أن نبدأ أن نوعي الناس أهمية الولادة الطبيعية ورغم الشكوى من ارتفاع نسبة الولادة القيصرية لا سيما غير المبررة ثلاثة أمثال نظيرتها في بلدان أخرى يرى أطباء ومتخصصون أيضا أن مسؤولية تحجيم الظاهرة يشترك فيها أطراف عدة بينها الطبيب والجهات الصحية الرسمية والسيدات المعنيات اللا يتجهن للولادة القيصرية برغبتهن أو برغبة الطبيب عبدالبسك حسن بي بي سي القاهرة داني أبدأ معك دكتور عمري في هذا التقرير وصلت نسبة الولادات القيصرية في مصر إلى 52% إلى أي مدى تتخطى هذه النسبة المعدلات العالمية وتدخل في إطار ما يسمى بالوباء تبقى لمنظمة الصحة العالمية خلينا نرجع نقطة الوراء سنة 2000 نسبة الولادة القيصرية في مصر كانت 10% ف2008 بقيت 28% ف2014 بقيت 52% التقرير ده قيم على نتائج المسح السكاني الأخير لمصر لوبتاع 2014 كان وزير الصحة أعلن نتائج في 5-5-2015 اللي هي النسبة 52% 52% دي يعني مصر التاني أعلى دولة في العالم بعد البرازيل النظام الصحة العالمية أي لأن النسبة 10-15% بس خلينا فاجئك أن كل دول العالم مكسر النسبة دي يعني دول أوروبا النسبة 20% أمريكا 30% بس حقا ما فيش الدول اللي مكسرها 50% اللي إحنا والبرازيل أكيد طبعا عندنا أسباب ممكن إحنا والبرازيل هي المزودة طبعا النزاب وهي أسباب كتير حياتا وهي متعددة ممكن بعض الأحوال الناس بتلوم مع الأطباء بس أنا بقولك هي قضية مجتمعية جزء منها أن أنت زمان كانت الناس تخاف تعمل ولادة قصرية تقولك أنا هعمل عملية فتحة بطن وانت خايفة والناس تدعي لها بينما أنت دلوقتي أنت شوفت أريبتك وأختيك وصاحبتك والولادة السيزارين أعرفت أن الأولادة دي ما تقعدش ساعة وتخرج في نفس اليوم المستشعى فبقيت فيه ثقافة استسهال من المجتمع المصري نفسه الست نفسها هي اللي ممكن تيجي تطلب من الدكتور هي لما تقارن تشوف أنها ممكن تولد ولادة طبيعة 18-24 ساعة أو أنها تولد ساعة واحدة وتخرج فهي ده بالنسبة لأنها تقعد أكتر على الأولادة السيزارين طيب دعنا دكتور عمر نذهب إلى الأمر بالنسبة للأمهات والمريضات ما يعني هن هو فقط عدم التعرض لألم الولادة الطبيعية هل من سبيل لتجنب ذلك؟ خلينا أقولك دايما فيه فيلم كده اسمه الحفيد دايما كان اتربط البنات المصريات وهي تتفرج على منظر السويد في الفيلم ده صحيح فهي اتربط جوه صورة ذهنية عندها أن الولادة دي حاجة مؤلمة جدا فإحنا دلوقتي أتكلم معها وهشرح لا لا أن فيه حاجة اسمها ولودة ولادة بدون ألم بس تكتشفي برضو أن عندك في مصر دايما ثقافة الشائعات يعني ممكن تحكي للمريضة أن فيه حاجة اسمها ولودة بدون ألم إيه مقصود في البداية بالولادة بدون ألم؟ ولودة بدون ألم يعني حاجة اسمها إبيديوريل إن إحنا دكتور التخدير بيديها زي إبرة في ظهرها ونحق المادة بيضيع إحساسها كوة في بطنها ورجليها فهي يجي لها الكونتراكشنز يعني يجي لها الطلق لولادة بس ما تحسش بأي حاجة خلاص يعني إحنا نوصل لوقات خلاص الجنين هينزل وهننقلها قط العمليات وهي مش حاسة بدون أي ألم بس دايما مع ثقافة الشائعات في مصر ممكن تقولي المريضة إحنا عندنا حاجة اسمها ولدها بدون ألم يعني هتاخدي إبرة في ظهرك حمد هتقول لها لأ ده أنا سمعت الواحدة لما تاخدت إبرة في ظهريتها مثلا اتشلت أو حصل لها حاجة مهمت هتقول لها لأ ده أنا سامعا أن الموضوع ده يبقى خطير فيبقى عندك ضعف الثقافة الطبية وأن الناس دايما بيبقى عندها ربع المعلومة أو نص المعلومة البناء ده الخطير جداً اللي معها ربع المعلومة أو نص المعلومة اللي ما عندهش المعلومة ده هيسمع لك وهيبدأ يصدق كلامك اللي عنده ربع المعلومة ده أو نص المعلومة يبدأ أنه هي جادة لكن هذه طريقة ليست لها أثار جانبية أيضاً؟ آمينة جداً كل السيدات بره بتولد بالولادة بدون ألم اللي هي إبيديوريل من أول ثانية أول ما يجي لها طلق تاخد الإيبيديوريل تبقى الولادة بالنسبة لها حاجة ممتعة جدا هي قاعدة بتولد وفي نفس الوقت تفرج على التلفزيون مش حاسة بقى أي حاجة خلص دكتور عملي أيضا هل هناك ما يشير إلى خطورة هذه العمليات أقصد القيصرية سواء على الأم أو على الجنين بالمقارنة مع الولادة الطبيعية؟ بصي احنا المشكلة في مصر اللي عمزين نفكر هي المشكلة مش إن الولادة القيصرية خطيرة أو آمنة هي أساسها مشكلة اقتصادية رهيبة جدا خلينا أقولك إن الولادة القيصرية هي مكلفة على البلد عن الولادة الطبيعية وفيه ارتباط دايما بين الولادة القيصرية ونسب انهيار نسب الرضاعة الطبيعية أنت لو ركزت كده هي مشكلة اللبن الصناعي زهرت قريب لأنه بقى فينها يهار في معدلات الرضاعة الطبيعية الست لما بتولد قيصرية بيبقى إحساس الألم أعلى فمش قادرة تقوم ولا تخدم نفسها مش قادرة تقوم وتردع فلما بيروح منها أول كامي يوم بتوردعات طبيعية اللبن هيقل فتخش للرضاعة الصناعية ففي بلد محدودة الموارد زي مصر أنت عندك بتكلفي البلد تمن الولادة القيصرية وبتكلفي البلد حاجة تانية تمن اللبن الصناعي ما ده مستورد والدولة عليها أن هي تدعمه فجزء من المشكلة هي مشكلة اقتصادية في بلد محدودة الموارد زي مصر دايما نشرح للمرضى هي الولادة القيصرية بس الفرق الألم ما بعد الولادة بيبقى أعلى فهي مش قادرة تقوم وتتحرك زي العادي مش قادرة أن هي تقوم وتخدم ابنها أو ابنها إذن ما هو الحل للحد من هذه الظاهرة دكتور عمر جزء كبير من الموضوع التوعية أن احنا يبقى عندنا صقافة طبية أن الستة تبقى من أول يوم عارفة فايدة الولادة الطبيعية عارفة أنها لما هتولد طبيعي ده زود احتمالية الرضاعة الطبيعية عارفة أن الولادة الطبيعية لا ده في حاجة اسمها ولادة بدون ألم ومش هتتأ مش هحصل لك حاجة بعض السيدات ممكن تقولك أنا عاوز أولد مثلا قيصرية عشان أحافظ على جسمي هي فهمة أن الولادة الطبيعية هي هائلة هتبوص اسمها أنا بقول لها لا ده هو أنت لو وزنك زاد أثناء الحمل كتير جدا بالعشرين وخمسة وعشرين كيلو وبعد الولادة ملعبتيش رياضة هو جسمك هيبوص نعم فيبقى نرد مش الولادة القيصرية اللي هتحمي جسمك وأنك تزبطي وزنك أثناء الحمل وتلعبري وضبعات الولادة أخيرا أيضا لدكتور عمر حسن استشاري نساء والتوليد في القصر العيني في مصر شكرا لكم شكرا لكم